بعد التحية لكم والأستاذ الكبير أستاذنا الشيخ أبو بكر فأنا أضم صوتي إلى صوته بوجوب إيقاف ما يحدث الآن في الغوطة الشرقية بصرف النظر عن أن نسميه اقتتال أو أن نسميه اعتداء لتختلف الأسماء لكن يجب إيقاف ما يحدث الآن في الغوطة الشرقية ما يحدث الآن في الغوطة الشرقية لا يصب إلا في مصلحة النظام لا يخدم إلا النظام لا يأتي علينا إلا باستنزاف الغوطة الشرقية وكما وصف الشيخ حسن هو انتحار وسقوط للثورة كاملة